إعادة ترميم وتأهيل جزء آخر من معبد لالش المقدس لدى الطائفة الإيزدية يدخل حيز التنفيذ بعد أن خصص البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف العراقية من حتى مالية ضمن مشروع صندوق تمكين لإعادة ترميم الأماكن الأثرية والتاريخية في البلاد في خطوة تعتبر مكملة لعملية ترميم بدأت منذ أكثر من سنتين في المعبد حقيقة مرت فترات طويلة دون أن يتم إعمار أي جزء من المعبد لكن بعد 2003 وبقرار من الأمير الراحل تحسين بيك والمجلس الروحاني الإيزيدي وبالاتفاق مع حكومة أقليم كردستان تم تكليف شركة ألمانية قامت بإجراء مسوحات ووضع تصميم أساس ماستر بلان للمعبد سعداء أن نشارك في ترميم جزء من لالش وهذا عن طريق مبادرة من قبل البنك المركز العراقي يسمى بمشروع تمكين وهو مشروع مستمر منذ عام 2017 لدعم ترميم المواقع الأثرية في البلاد وتجري عملية إعادة الترميم تحت إشراف فريق هندسي متطوع بعد تقديم دراسة عن البعد التاريخي للمعبد من الناحيتين المعمارية والأثرية من خلال استخدام الحجر ومادة الكلس بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والمراكز الخدمية لإيواء الحجاج الإيزيديين وفتح طرق جديدة لتسهيل الوصول إلى المعبد الواقعي في عمق الوادي الإعمار يتم بشكل تاريخي وأثري وفق الاستندرات العالمية للمناطق الأثرية والمقدسة وباستخدام مواد طبيعية كما هو معلوم لدى الإيزيديين الحجر يضم المعبد الواقع في منطقة جبلية قرب قضاء الشيخان قبر الشيخ عدي بن مسافر المقدس لدى الإيزيديين كما أنه مقر المجلس الروحاني للديان الإيزيدي في العالم ويحج الإيزيديون مرة واحدة خلال حياتهم على الأقل إلى لالش حيث يستمر الحج مدة ستة أيام منذ أربعين عاما لم يشهد معبد لالش أعمال ترميم كالتي تقرر أن يخضع لها بعد إجراء ترميمات أخرى وخلال الفترة المنصرمة بدعم من متبرعين إيزيديين والقنصلية الأمريكية في إقليم كردستان العرق عبد الحميز زباري الحرة دهور